يبقى لا يعطي ماهية الإنسان واحترام الإنسان وعلاقات الإنسان بالآخر مهما كان من يكتب هذا الدستور لم يكن على قدر الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما كتب هذه الوثيقة بأبسط ما يمكن وأقل وقت ممكن لكنها كانت من أعظم ما يمكن ومن أرقى ما يمكن حددت علاقات الناس المسلم بأخيه المسلم حددت جميع ما يهم الدولة الإسلامية العظيمة علاقة المسلمين بغيرهم من الذين يسكنون في دولة الإسلام لذلك أيها الإخوة هذه الوثيقة كانت من أهم ما كتب أيضا في المدينة من بنود هذه الوثيقة ودعونا نقرأ أيها الإخوة بعض البنود يعني هناك بنود كثيرة جدا في هذه الوثيقة وأنصح الإخوة والأخوات حقيقة أن يعودوا إلى كتب السيرة أن يعودوا ويقرأوا هذه الوثيقة من أجل أن تكون زادا لنا في تغيير هذا الواقع لماذا واقعنا هكذا أيها الإخوة؟ لماذا تفتتت الأمة؟ لماذا تراجعت الأمة؟ لماذا تخلفت الأمة؟ لماذا أسباب كثيرة جدا لماذا أصبحت هذه الأمور فيما بيننا الآن؟ لماذا نراها؟ أقول لكم وبصدق أن التنازع على الحكم والسلطان وحب الظهور والأنانية والظلم أصبح كثيرا جدا هذه من أسباب التراجع حب الكرسي هذا الكرسي الذي كثير من الصادقين والعارفين بالله كانوا لا يحبون هذا الكرسي لذلك نحن نرى الآن التقاتل على هذا الكرسي للأسف يعني من يجلس عليه يرى الحاسدين يرى الأنانيين يرى من يحكيون المؤامرات سبحان الله التقاتل على هذا الكرسي أصبح ظاهرة ونحن نرى الآن لا فرق بين أي إنسان إذا لم يكن يتق الله سبحانه وتعالى لا فرق التناحر والتقاتل وسفك الدماء على هذا الكرسي آلاف من الأطفال والنساء والرجال يقتلون بلا سبب من أجل هذا الكرسي أيها الإخوة من أجل هذا الكرسي الصغير إذن أسباب تراجع الأمة التنازع للأسف على هذا الكرسي لو كان إنسان يتق الله لما فكر في هذا الكرسي أصلا لما فكر فيه أصلا لأنه كرسي سيكون فيه له يعني له مواصفات خاصة هذا الكرسي له ضريبة ممكن أنك تكون ظالم ممكن أنك يموت بسببك ناس أبرياء ممكن يعني أن يكون هناك أسباب يموت بسببك آلاف الناس آلاف المواطنين لذلك للأسف ما نشاهده اليوم وما نريد أن نعالجه في هذه الحلقة لماذا تراجعنا وكيف كنا نريد أن نقرأ بعض البنود هنا في هذه الوثيقة وعندما سار المسلمون الصادقون السابقون عليها أبدعوا وفتحوا الدنيا وأحبتهم جميع العوالم حتى الكفر أحبوهم عندما كانوا يفتحون البلات ويذهبون إليها فتحوها بأخلاقهم بتسامحهم بعدلهم نحن للأسف عندما تراجعنا وسنقرأ بعض أسباب التراجع ونريد أن نضع النقاط على الحروف وكل إنسان يستفتي قلبه أيها الإخوة أيها الإخوة السادة المشاهدين كلكم كل إنسان لوحده يستفتي هذا القلب كلكم يعني يفكر كيف سيواجه ويقف أمام الله سبحانه وتعالى مهما كان يعني دورك في هذه الحياة إن كنت موظفا أو رب أسرى أو حاكما أو محكوما يعني فكر كيف سيكون موقفك أمام الله من يريد حقيقة يعني نريد أن تشاركوننا وتتواصلوا معنا في هذه الحلقة هناك الأرقام على أسفل الشاشة فبارك الله فيكم وهذا البرنامج هو منكم وإليكم فلا تبخلوا علينا بمداخلاتكم واستفساراتكم وآرائكم ومداخلاتكم وطبعا دائما نحن نشكركم لأنه يعني على حسن مشاهدتكم وحسن إسقائكم لنا البند أحد البنود في هذه الوثيقة أيها الإخوة أن المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس يعني جميع المسلمين من قريش من يثرب من مكة من جميع بقاع الدنيا ومن جاهد معهم أمة واحدة من دون الناس الله أكبر كل إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من أمة الإسلام هو من هذه الأمة الراقية هذه الأمة الرفيعة أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام فيا هل ترى أيها الإخوة نحن الآن على هذه الشاكلة هل نحن أمة واحدة هل نحن قلوبنا على بعضها البعض لماذا هذا التنافر لماذا هذا التناحر لماذا هذه المذهبية وهذه العصبية المقيتة لماذا نكره بعضنا بعضا وللأسف هناك محطات فضائية يعني مرصودة من أجل إشاعة الفتان للأسف من جميع الأطراف من جميع الجنسيات من جميع المذاهب سمي ولا حرج ونقولها ونحن والله يعني نموت حرقة على هذا الواقع هناك التمزق بين أبناء الأمة الواحدة الأمة الإسلامية الأمة العربية هذا سعودي وهذا أردني وهذا مصري وهذا لبناني وهذا جزائري بل هذا سني وهذا شيعي تمزقت الأمة وتفتتت الأمة بالعكس في البلد الواحد هذا شمالي وهذا جنوبي وهذا غربي وهذا شرقي للأسف تفتتت الأمة وأصبحت ليس كما يعني في هذا البند أنها كل من يقول لا إله إلا الله هو من أمة الإسلام أيها الإخوة يعني والله أن القلب يعني يتحسر على هذا الواقع هكذا كان الحبيب يرسي قواعد الأخوة الصادقة وهكذا نحن نرى واقعنا اليوم وأيضا نرى ماذا سيكون في المستقبل هناك حقيقة يعني بوادر ومبادرات يعني والله أن الواحد يعني يحب أن يثير هذه الأمور من أجل أن نشحن الهمم الصادقة التي تخاف الله سبحانه وتعالى من أجل أن تعود للأمة كرامتها وعزتها وشرفها وكبرياءها يعني هناك رسالة عمان مثلا هي تتويج أيضا لأخلاق الإسلام العظيم التي يعني كانت في سنة 2004 من أجل إظهار سماحة الإسلام وتعريف من هو المسلم وتعريف من هو الذي يحق له الإفتاء وتعريف من هو الكافر وغير الكافر رسالة عمان أيضا تستمد سبحان الله نفس المبادئ مثل هذه الوثيقة التي في المدينة نحن اليوم نقرأ الماضي ونعيش الواقع ونتطلع إلى المستقبل نريد مستقبلنا أن يكون كما كان ماضينا بعزه وكرامته مثل هذه المواصفات أن يعود المسلمون أمة واحدة في رسالة عمان اتفق علماء الأمة قاطبة على أن المسلمون الموحدون أصحاب المذاهب الثمانية أنهم يعني من أمة الإسلام ولا يجوز تكفيرهم لا يجوز أن تكفر من يقول لا إله إلا الله أصحاب ثمان مذاهب اتفقوا علماء الأمة على عدم تكفير أي إنسان ينتمي إلى هذه المذاهب لماذا ما زلنا نرى على الشاشات والمحطات الفضائية من أهل السنة ومن الشيعة ومن غيره يكفرون بعضهم بعضا لماذا هذا التقاتل هل يخاف الله من يثير الفتن هل يخاف الله من يعني دائما ليس له عمل إلا إثارة الفتن وهو لا يدري أنه يعني يزيد يضع البنزين على النار ويزيدها اشتعالة ونحن نعلم من الذي يريد هذه الفتن أن تكون بين أفراد الأمة إذن المسلمون من قريش والمدينة ومكة وغيرها ومن جاهد معهم هو من أمة من أمة الإسلام من دون الناس ليتنا نعود إلى هذه البنود اليوم ليتنا نعود ونحب بعضنا بعضا ولا يكفر بعضنا بعضا أيضا هناك من البنود المؤمنون والمسلمون جميعا على اختلافهم يتعاقلون بينهم ويفدون أسراهم يعني كلهم إيد وحدا كلهم على قلب رجل واحد كلهم يفدون أسراهم ويتعاقلون فيما بينهم إذا واحد صار عنده إشكالية بساعدوا إيد وحدا لا تصفق كلهم بكونوا معه هل نحن الآن يد الأمة مع بعضها بعضا هل نحن نتعاقل هل نحن نفدي أسرانا هل نحن نحب إخوتنا في الدول العربية والإسلامية حبا صادقا لا نريد شعارات هل أنت بينك وبين نفسك تحب أخوك اللي بيصلي معك في المسجد هل تتمنى له الخير هل تتمنى لأي إنسان مسلم على سطح هذه الكرة الأرضية أن يكون موفقا ويعيش العيش السعيدة والعيش الطيبة والعيش الآمنة إذا كنت كذلك فهنيئا لك من يكون هذه مواصفاته هنيئا له ومن ليست هذه مواصفاته عليه أن يراجع نفسه من يتكالب على المناصب والكراسي فليراجع نفسه من أسباب تخلفنا وترجعنا التعصب للقومية والجنس والنسب للأسف والمذهب من إشارات تخلفنا وتراجعنا وتفككنا وتفتتنا الاختلاف في أصول الدين وفروعه نحن على مسائل فقهية مش متفقين ونكفر بعضنا بعضا أصبحنا كأننا حراس على دين الله سبحانه وتعالى نكفر هذا وهذا مسلم وهذا كافر وكأننا أوصياء على هذا الدين هذا الدين ليس لنا إخوة الإسلام أن نحكم على أي إنسان فيه هذا الدين هو دين الله والمؤمن لا يعرفه إلا الله والكافر لا يعرفه إلا الله نحن علينا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم فهو مؤمن والسرائر لا يعلمها إلا الله فما بالنا نجهر بتكفير بعضنا بعضا هذه هي أسباب تخلفنا وتراجعنا ونحن نطبق خريطة الآخر الذي لا يحب لنا إلا الدمار والهلاك ونحن للأسف مبسوطين ونقدم له هذه الخدمات مجانية ونقدمها على أطباق من ذهب للأسف من كل الأطراف من جميع الأطراف إلا من رحم الله أيضا المؤمنون لا يتركون مديدا لوحده بل يساعدوه يعني بند أن تساعد هذا الذي يقع في الدين وفي الغرم الله أكبر كيف لا ونحن أمة التوحد والوحدة أيضا ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم الله أكبر ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناهم أدناهم وهنا أتذكر عندما جاء رجل وكان علي بن أبي طالب يريد أن يقتله واستجار بأخته أم هانئ في مكة فجاءت إلى الحبيب عليه الصلاة والصلاة فقالت إن ابن أم يريد قتل من أجرت يا رسول الله فقال نحن أجرنا من أجرت يا أم هانئ الله أكبر أيضا كيف المرأة المسلمة لها دور يعني تشتكي إلى الرسول هي أجارة رجل مشرك يبدو أنه قتل من المسلمين أو بينه وبين المسلمين أمرا خطيرا وصعبا لدرجة أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه يعني قبل أن يكون إماما طبعا كان لم يكن بعد أراد أن يقتله فاستجار ذلك المشرك بأم هانئ فذهبت إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام فقالت إن علي بن أم يريد قتل من أجرت يا رسول الله فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام نحن أجرنا من أجرت يا أم هانئ